من زور الحاضر الذي تشهده أعين الناس لا غرابة أن يزور التاريخ الطارئون على عمر العراق المديد والذين ارتقوا مرتقا صعبا عليهم مستعينين بالأجنبي حتى أذلوا عزيز القوم وسودوا الذليل استعدوا على كل من له تاريخ مشرف فاتفقوا بروايتهم التلمودية مع ما روجه المحتل البريطاني ضد كل من قاومه ونكل به أشد تنكيل في عراق اليوم يصبح التصرف الغريب واقعا ممكنا كأن يتعدى زعيم ميليشيا كقيس الخزعلي على أحد أهم رموز ثورة العشرين الشيخ داري المحمود وينسب ما فيه هو من عمالة إلى الشيخ الذي قاوم المحتل البريطاني الأسلوب الطائفي الرخيص الذي انتهجه الخزعلي لا يعد حدثا فرديا نابعا عن حقد وإحساسا بالدونية والانعزال الشعبية فحسب وإنما هو صورة عن حالة جماعية ميليشياوية وجزء من منهج خطير وضع أسسه الاحتلال من أجل قطع العراق عن ماضيه النضالي من خلال تشويه الرموز الوطنية التي تلهم الأجيال وتعلمهم حب الوطن ورفض الظلم والتمرد على الذل فهؤلاء المزورون ليسوا إلا أدوات مستأجرة غيرت حتى أسماء الشوارع والمدن التي ترتبط بتاريخ العراق وعلى سبيل المثال للحصر تغيير اسم محافظة القادسية لارتباطها بأهم معركة تاريخية يعتز بها العرب والمسلمون لأنها كسرت شوكة الإمبراطورية الفارسية وطردتها من العراق الاستعداء على التاريخ ولسيما ثورة العشرين لا ينفصل عن إحساس هؤلاء الطارئين بالعزلة التي فرضها عليهم الشعب العراقي الثائر فعندما لم يفلحوا في إخماد ثورته صاروا يسيئون إلى كل ملهم لهذه الثورة التي قامت بالأساس ضد عمالتهم للمحتلين الأمريكي والإيراني ترجمة نانسي قنقر